موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوتي إلى يوم الدين ثم أما بعد مشاهدي الكرام أهلا بكم وسهلا في هذه الحلقة من حلقات شهر رمضان المعظم عادوا الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وحديثنا الليلة معكم حول موضوع يسمى بصيام القلوب ذلك أن الحقيقة الشرعية للصيام كما يقول الفقهاء هي الامتناع عن الشهوات شهوتي البطن والفرد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية هذه هي الحقيقة الشرعية التي يتحدث عنها الفقهاء ويحكمون على الصيام من خلالها بالصحة أو الفساد ورغم وجود هذه الحقيقة الشرعية إلا أن الإنسان قد يرتكب معها العديد من الأخطاء والعديد من المحرمات ورغم ذلك يحكمون على صيامه بالصحة رغم ارتكابه للعديد من الأخطاء وصيام القلوب يعني أن الإنسان يجب عليه أن يحقق الحقيقة الشرعية التي نبه عليها الفقهاء وهي الامتناع عن شهوتي البطن والفرد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية وينضم إلى ذلك أيضا امتناع الجوارح عن كل الآثام والشرور بأن تمتنع العين عن النظر إلى ما حرم الله وتمتنع الأذن عن الاستماع إلى الكلام الفاحش القبيح الذي حرمه الله تبارك وتعالى كالغيبة والنميمة وغيرها ويمتنع اللسان عن الخوض في الأعراض والكلام فيما لا يفيد فكل هذه الأشياء من شأنها أن تحبط الصيام لأجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وفضلا عن هذا وذاك يجعل الإنسان كافة جوارحه تمتنع عن كل المحرمات والموبقات ويأتي في نهاية يومه على خطر الخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى ينضم إلى هذا المعنى أيضا صوم القلوب امتناع القلب عن التفكر في غير الله عز وجل اقبال الهمة على الله تبارك وتعالى والانصراف عما عداه هذا هو معنى صيام القلوب بحيث يقبل الإنسان على الله عز وجل بالكلية الاستغراق في المكون عن الأكوان والاستغناء والزوبان في ذات الله سبحانه وتعالى والاكتفاء بها والاستغناء بها عن سائر الذوات من الخلق ومن البشر الاستغناء بالمكون عن الأكوان الاستغناء بالموجود عن سائر الموجودات ألا ينشغل القلب بعلاق الدنيا والعلاق القبيحة التي من شأنها أن تجعل الإنسان ليس صويا فيمتنع الإنسان عن الحقد وعن الكراهية وعن البغضاء وعن القطيعة وعن الخصام كل هذه الأشياء إذا فعلها الإنسان في صيامه وصل إلى درجة عالية من الصيام تسمى صيام القلوب ولأجل ذلك نجد أن هذه النوعية من الصيام تجعل الإنسان يتشبه بخلق من أخلاق الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته وهي صفة الصمدية وفضلا عن ذلك فإن الإنسان عندما تمتنع جواجحه ويمتنع قلبه عن الخوض في هذه الأشياء فإنه يتشبه بالملائكة الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وكما يقولون دائما أن القريب من الشبيه قريب فعلينا أن نتشبه بأخلاق الله سبحانه وتعالى وبأخلاق الملائكة الأبرار الأطهار وعلينا أن نصوم وأن نرتقي بصيامنا إلى هذه الدرجة الراقية العالية التي هي صيام القلوب وأختم بهذه المقولة التي يقولها ابن تيمية من أراد السعادة الأبدية فليلجم عتبة العبودية هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر